تعالوا نشوف معدنها وبعد كده نعملها مع بعض عندي العجينة كوبايتين من الدقيق سوري تلت كوبايت من الدقيق ومعلاقة سكر ومعلاقة خميرة وتلت تربع كوبايت ثمنة وعلبة زبادي ونص معلاقة ملح ومية الإتمام العجن العجينة تاني تلت كوبايت من الدقيق علبة زبادي معلاقة خميرة معلاقة سكر تلت تربع كوبايت من الثمنة وأخيرا شوية ملح ومية الإتمام العجن نروح بقى نشتغل عشان نعجل العجينة بتاعتنا الأول وبعد كده نشوف الحشوة هذه العجينة حطينا ثلاث كبهات دقيق عليهم